والله أنا مبسوط قوي من البنوتة اللي أعدى قدامي دي دلوقت يا جماعة معايا بنوتة أو معانا بنوتة متعددة المواهد ورغم أن هي سنها صغيرة اللي أن هي الحياة مميزة وشطرة في كذا حاجة الشعر والكتابة والحكي ده غير أن هي بتناقش موضوعات مهمة جداً وبتوري كل الأطفال اللي بسنها مصر بعيونها من وجهة نظرها ومن رؤيتها هي من خلال كتابها مصر بعيون طفلة ضفتنا هي أصغر كاتبة في معرض الكتاب مشاركة بكتابين مصر بعيون طفلة وحكايات فريدة وهي أصغر كاتبة في المعرض زي ما قلت لحضراتكو في النسخة اللي احنا فيها النسخة اللي 54 والفايزة في مسابقة المبدأ الصغير في الشعر والكتابة ده غير كمان أن هي مميزة في الحكي وبتعمل البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي علشان تعرف الأطفال على حكايات فريدة وتاخدهم لعالم الكتب منورنا في الاستوديو الكاتبة الجميلة الأمر فريدة محمد زك فريدة الحمد لله كويس منورانا والله بنور حضرتك عمنا إيه فريدة حمد لله كويس أنا بحب قوي بتسامتك من ساعة ما دخلت كده وقعدت قدامنا وأنا متفألة قوي بالفاقرة دي وأنا كمان والله متفألة جدا حبيبتي أنت سنك صغير لكن متعددة المواهب وعندك مواهب كتير جدا خلينا بقى نتكلم في الكتابة والشعر إزاي اكتشفت مواهبتك فيهم؟ في البداية خالص كانت مواهب تقرأ للقصص القصيرة أنا كنت في سنة 4 أو 5 سنين كانت بتقرأ للقصص وبعد ما كانت بتخلص لي قراءة القصص أو حكاية القصص كانت بتقول لي احكيها لي بنفس الطريقة اللي حكيتها ليك بيها وبعد كالا ما جات جائحة كورونا ما بي مكتش طبعا بتقدر تنزل تجيب لي كتب من المكتبات اللي أنا عايزها فقررت اللي أنا بدل ما أقرأ الكتب أنا أكتب كتب وبدأت بيكتاب حكاية فريدة وهو عبارة عن 22 قصة قصيرة وبعلم في الأطفال القيم والأخلاق الحميدة الله طب القيم والأخلاق دي زي إي يعني؟ يعني مثلا إنهم إزاي بعيدوا عن الكذب مما يتعلموش الطمع إنهم يبقوا متقنين في العمل حلو قوي وإنتي المبادئ دي جبتها منين أو يعني مش جبتها منين يعني مش صغيرة شوي عشان تبيع عارفة قيمة الكلام ده يعني هي طبعا لازم أمهاتنا وكلنا تعلمنا الكلام ده وإحنا في سن صغير عشان لما نجبر نعرف نعمل به ونشتغل به ومامي تكلمتني عن المواضيع دي وأنا في سن أصغر عشان أقدر يعني أنا أصر حبيت الفكرة واللي أنا أنشر الوعي والتسقيف للأطفال الأصغر مني وأكبر مني وحتى قدي إن إحنا لازم نكون قد المسئولية وإن إحنا كمان نتعلم الصح من الغلال إيه راج في الكلام ده أنا مبهورة والله أنا حاسة إن أنا قاعد قدامي يعني كاتبة كبيرة ما شاء الله ومسقفة وكلامها حلو قوي طبيعي إن الأمهات بتعلم أبنائهم بس مش في السن ده مش كل البنات أو كل الولاد في السن ده بيلقطوا ده وبيحافظوا عليه وبيتمسكوا بيه لأ وكمان هنشروا لأ وعايز أقولك طريقة التربية نفسها يعني أنا من موقعي هذا أحب أن أنا أتوجه بالشكر لولدة فريدة لأنها يعني أحسنت التربية والتعليم ده حقيق لا بصراحة ده حقيق ما شاء الله عليك بجأة شكرا للمحضرتك طب نركم مصر بعيون طفلة هو أنا بتكلم فيه عن الجمهورات الجديدة ومشروعات القومية الحديثة في مصر حبيت أعرف ده يعني الأصدقاء الأطفال لإن ده مستقبلنا ولازم كلنا نقدر نعرفه عشان نقدر نحفظ عليه وكمان عشان إحنا الأجيال المستقبلية القادمة اللي إحنا هنقدر نكمل ده بأيدينا إحنا الله طب بتجيبي بقى المعلومات منين واصليني بتتكلمي برضو عن موضوعات مهمة جدا زي الجمهورية الجديدة والمشاريع الحديثة في مصر المعلومات بقى اللي بتكتبي عنها أو بتكتبي بيها بتجيبيها منين يعني فيه معلومات بتاعبنا على الإنترنت وكمان كان فيه شوية مشاريع بيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بتتعرض يعني شوية معلومات على التلفزيون فكنت باخدها طبعا وبستفيد منها في التابع أنا عايز أقوم أروح يعني شعارف أقولك إيه أنت عندك طيب مواهب تانية غير فكرة الكتابة زي الشعر والحكي مثلا ده اكتشفتيه في نفسك إزاي وحكيلي كده عندها هو أنا يعني أنا كنت يعني أنا اكتشفت الحكي أنا كنت بكتب القصة بتاعتي يعني كنت بكتب القصة الجديدة لا بألفها فروحت لقيت نفسي وعارفيني أصحابي إيه اللي حصل وأنا بكتب كده فروحت حسيت إن ده يعني ممكن يكون انطلاقة جديدة وتكون موهبة لي وبعد كده عملت فقرس معي أحكي يا فريد على قناة سنة المصرية بحكي فيها القصص بتاعة كتابي للأطفال طيب والشعر بقى ما تسمعين حاجة كده أوه ياريت والله ياريت لأسمح حاجة تمام أنا مصر أم الدنيا وأم الكون أنا البيت وأم الشعب مئة مليون أنا زنت البلاد والعروسة أنا المذكورة في القرآن أنا المحروسة أنا مصر الضي والنور والأمل والمد اللي تبنى أنا شط بين البحور وحضارة سبع تلاف سنة أنا اللي ربيت وكبرت العالم والطبيب والأجيب أنا أعظم جنود الأرض أنا أم طاها وزويل ونجيب أنا الدار وجنوة معزوفة على الأوطار أنا اللي حربت وهزم أنا النيل أنا الأثار أنا مصر الأمان والسلام أنا الواقع أنا الأحلام أنا مصر أنا العنوان أنا الصوت وقت الكلام الله عليك الله عليك أنا مبهور أنا شايفة قدامي شخصية وعند الكارزمة غير طبعية شكرا جدا لحمد شكرا ما شاء الله عليك احكيلي بقى إيه الكتب اللي بتحب تقريها بحب أرى الكتب كتير زي مثلا توفيق الحكيم طاها حسين أحمد كالة توفيق وكالة توفيق يعني يعني وطبعا صلاح جهين يعني هو قدوتي في الشعر يعني الكتب دول أنا بستمتع بكتباتهم وكمان بتعلم منهم كتير قوي بصي جايبة من المدرسة القديمة قوي يعني جايبة أنا قلت هتقول لي حسين طاها حسين طاها حسين طاها حسين طاها حسين طاها حسين أنا قلت هتقول لي قصص أطفال كتب كده يعني خفيفة لكن كتب كبار أنا قلتلك تعالي جمي بينا لمشي بس واعتشي طب أنا يعني مش عارف والله بنتي أنا بصي سعدتي بيكي مخلياني ناسي خالص أنا ممكن أتكلم معاكي في إيه وبس مبسوط بيك شكرا جدا طب إيه الأماكن الحلوة اللي عايزيني نشوفها بعيونك يعني أماكن كتيرة جدا في الجمهورية الجديدة مثلا زي العاصمة الإدارية الجديدة مدينة العالمين الجديدة قناة السويس الجديدة وحي الأصمرات وكمان اتكلمت عن مشروع حياة كريمة وأنا أصغر وصهمة في حياة كريمة في معرض الكتاب عملت ورشة الحكي للأطفال هناك وكنت بقساطة جدا للأطفال يعني متبهين للحكي بتاعي وكمان خدوا معلومات من القصص اللي أنا حكيتها يعني أنا قررت اللي أنا بقى مساهمة في حياة كريمة لأن ده واجب علينا تجاه بلدنا وتجاه اللي إحنا عايزين ننمي بلدنا ونخليها بلد متطورة إحنا مش ممكن نشارك بالفلوس بس أنا يعني أنا نفسي شاركت بالنما أقدر عليه اللي أنا أنشر الوعي والتصطيف وكمان أنا حكيت للأطفال قصة عن حياة كريمة وأقول لهم قد إيه حياة كريمة يعني بتتعب علشنة وعشان تبسح خالص يعني فكرة القرى المصرية الفقيرة اللي موجودة في مصر والعشوائيات أصغر مساهمة في حياة كريمة ده أنت أحلى مساهمة في حياة كريمة شكراً جداً أنت جميلة جداً أو حسن أنت عندك سؤال أو عندك حاجة سؤالة لا والله أنا قاعد بس مرسوف بس تمندهر بس عارفة لو هو إيه آه يعني صوروني معاها يعني قاعدوني معاها شوية يعني شرف كبين ليه والله لا شرف لنا إحنا والله يا فريدة طيب كلميني عن إنتي بتفكري في إيه في أحلامك اللي جاي شايفة فريدة إزاي عايزت تعمل إيه عايزت بقى إيه لما تكبر آه يعني أنا أصلاً اتكلمت مع الدكتورة نيفيني كيلاني آه معالي الدكتورة نيفيني كيلاني في مرض الكتاب آه وحكت لها عن كتبه وعن حكت يعني لها مألفاها واللي أنا أخدته وكده آه فراحت الدكتورة سألتني آه إنتي عايزة تطلع إيه رحت قلت لها وزارة الثقافة إن شاء الله آه اللي هو أنا جاي نفسي كدكتور آه أنا نفسي أطلع سفيرة ووجهة مشرفة البلدي آه يعني مش لازم تكون سفير آه يعني إنتي سفير في أي حاجة في كل حاجة في حياتك صحيح سفير في شغلك سفير في مدرستك سفير في أقصاد عيلتك وإن شاء الله ربنا هيقدرني وهيقدرنا كلنا وهنمص المصري داخلها وخارجها طيب أنا عايزة أقول حاجة أعلق على كلامها بصراحة في حاجة يعني هي قالت كلام جملة تبدو صغيرة أو تبدو عابرة ولكن هي مهمة جدا فكرة إنك تكون سفير في شغلك سفير في مجتمعك سفير في أسرتك حتى هي فكرة مهمة جدا للمجتمع يعني خلينا أقول له حضراتكو فريدة لخصة الحياة في جملتين اللي هو فكرة إنك أنت تكون قدوة ومثل وتحاول تبحث عن المثالية في كل حاجة في حياتك في كل مكان في حياتك لو كل واحد قدر يحقق المعدة دي ستقولي يعني هو مش هيبقى بس هو كويس هيبقى كويس وهيأثر على اللي حواليها يبقى كويسين وبالتبعية ده هيفيد المجتمع كله فعني إحنا بنتكلم في حاجتين حاجة أنت بتفيد مجتمعك على المستوى المعيش العادي وحاجة اللي هو قدام ربنا سبحانه وتعالى أنت عامل حاجة عظيمة جدا صح أنا معاك جدا في الكلام ده وإحنا ممكن ننجح في أي مكان وفي أي مكان صحيح صحيح لو عندها الإرادة والإسرار أكيد طبعا وليلي يا فريدة بقى أنت في سنة كم؟ خمسة بتدائي طيب بتذكر إزاي بتنظمي وقتك إزاي بين كتابة الشعر والقصص والحكايات وبين المذاكرة بقى والدراسة أنت عارفة يعني بقى تبقى محتاجة وقت كبير جدا والله أنا خاف من الإجابة والله فاطح على فكرة متأكدة أنها شطرة في المدرسة أه طبعا هو أنا الحمد لله صلعت الأولى في سنة 4 السنة لفاتك مش بقولك ومقفلة في كل الامتحانات في الترمي ده بتاع سنة كم سبتدائي ربنا أحفاظك يا بنتي والله يعني هو أنا ببدأ اللي أنا أعمل جدول ليا مابي بتقولي حاولي تنظمي يعني يعني طبعا تقلي الأغلبية أكتر لمذاكرتك لأن ده طبعا هيدفعك أكتر بس برضو أنا يعني برضو باهتم طبعا بالأمور يعني الكتابة واللي أنا أمارس موهبتي يعني مثلا أخلي في اليوم ساعتين مثلا للمواضيع دي ومثلا بقى يعني أنا بقعد في اليوم 12 ساعة نص اليوم وبقلي بقى بقى الساعات اللي أنا بقى يعني أذاكر فيها وممكن كمان أخد استراحات بسيطة كده مثلا يعني هي مامي بصراحة يعني يعني ما بتتعبنيش في حاجة يعني هي حتى يعني زرعة فيا إن أنا يعني أنا بتعب أه بس بعد كده حس اللي أنا فرحانة لأن أنا تجوزت كل الصعوبات بتاعتي فأنا أحب أشكرها جدا والله يعني يعني هي اللي بتسعيدني في كل حاجة عنديك هوايات تانية غير القرية والكتابة والشعر والحكي هوايات رياضية مثلا لا أو خروجات معينة بحب أخرج مع أسرتي وبحب أستمتع يعني أنا وإخوتي وأصدقائي يعني يعني أنا في نفس الوقت برضو يعني بحب الهزار واللعب وكده يعني طيب خلينا بقى نتكلم عن المداليات الجميلة دي حكي لي كده عنها خدتها في إيه خدت مدالية من مصابية إفرست للأدب كنت بشاركة فيها بقصة من حكاية فريدة وخدت مدالية من وزارة الثقافة وخدت مدالية من مدرية التربية والتعليم بجنوب الجيزة وخدت كمان من مدالية من وكيل الوزارة يعني وكيل يعني مثلا حضرتك تقولي وزير محافظ الجيزة وزير محافظ الجيزة هو حد مهم يعني وكيل الوزارة هو حد وضع أنه مهم يعني منصبه مهم انتي إجمالي الكتب اللي كتبتيها يعني هم تلات كتب تلات كتب حكاية فريدة ومصر بعيون طفلة وإيه تاني وكنز وكنز ده بقى خاصة بإيه أو عبر عن إيه والله انتي اللي كنز والله كنز يعني أنا بتكلم فيه عن الأطفال أصحاب متلازمة الدول وكمان بتكلم فيه عن الأطفال أصحاب مرض البهاء وفي آخر الكتاب نشرت أمثلا شخصيات حقيقية كان عندهم إعاقات وصعوبات بس هم ما قدروا ويوصلوا لحلمهم زي مثلا عمار الشديعي طاها حسين الناس العظيمة دي انت عارف أن انتي هتبقى حد إن شاء الله من الناس العظيمة دي شكرا جدا الحديد وإسمك في يوم الأيام إن شاء الله يعني طبعا كله بإذن الله سبحانه وتعالى انك هتبقى حد من الناس اللي بتقلق سميها دي في يوم الأيام وفتكري كده إن عبد الله الفقير اللي قد 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 مك الاسمه عمر عبد العزيز ده قالك كده في يوم الأيام هتفتكري ده بس يا رب ساعتها تفتكريني بقى أنا عارف مستضيفك كده أنا وفاطمة ساعتها ما تنسناش يعني قبلة الوزيرة قالت لا أنا عايزة أبقى وزيرتي أنا مش عارفة أرد فعلها كان إيه إن شاء الله توصلي الكل اللي انت بتحلامي بيا فريدة الله أنا متفائل بك جدا بسم الله وان شاء الله ربنا يحفظك أنت فعلا شخص متعدد المواهب زي ما سمناكي أو زي ما أدخل أي حد هيشوفك ويقابلك هيقول عنك كده يعني شكرا جدا لحضرات فريدة محمد الكاتبة الصغيرة في السن ولكن الكبيرة في المقام يعني ربنا وفائك أنا بشكرك جدا على وجودك معنا شكرا جدا لحضرات ومجد بسعيد جدا على مستوى الشخصي والله بقولك كلام من قلبي يعني يا فريدة والله نورتينا وشرفتينا ويعني كنا سعداء جدا بوجودك معنا لحضرات شكرا جدا أنا يعني مبسوطا أني قابلت حضراتكم والله حمد السلام نحن سعداء أكتر والله يا فريدة بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا والحياة دي كانت آخر حلقة في هذا الأسبوع نشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من طبور الصباح بنشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء